السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تبسير الأحلام أما أخيكم إسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوات الكرام نهاردة نتكلم عن أحلام تدل وتبشر بالرزق الكبير إن شاء الله تبارك وتعالى معنا أحلام كتير النهاردة بتدل على الرزق أول رؤية معنا وهي رؤية أكل الشوكولاتة بالنسبة للبنت العزباء وأكل الشوكولاتة بالنسبة للمرأة الحامل لا سيما إذا كانت الشوكولاتة باللون الأسود أو الشوكولاتة السوداء رؤية توزيع اللحم على الأطفال طبعا أنا مش هاول كل رؤية تدل على الرزق خلاص الموضوع عرفنا هاصروا دل رؤية على طول عشان الفيديو ما يطولش تقبيل الأبوان صعود المباني العالية بالنسبة للبنت العزباء أنا قلت إن توزيع اللحم على الأولاد الأطفال كمان رؤية توزيع اللحم على الفقراء والمساكين رؤية الرجل المتزوج لزوجاته وهي في الدورة الشهرية رؤية اللحم الأحمر للرجل المتزوج ليس كما يعتقد كثير من النساء اللحم الأحمر مزموم اللحم في المنام يبقى الحلم مش كويس الكلام ده كلام فارغ رؤية اللحم الأحمر للرجل المتزوج رزق رؤية سرب الماء بعد العطش للرجل رؤية الفكهاني للبنت العزباء رؤية صعود المصعد للرجل رؤية يدي مجروحة أو يدي متورمة رؤية مشتقات الألبان على المائدة أو الصفرة رؤية هدية الملابس للبنت العزباء رؤية تقطيع اللحم للمرأة المطلقة رؤية تقطيع اللحم بالسكين للرجل المتزوج رؤية اللبن نزول من ثدي الرجل رؤية الزوج أن زوجها يجامعها وقت الدورة الشهرية رؤية اللحم المسلوق للرجل رؤية الشاي للمرأة المتزوجة رؤية الشحم وهو موجودة على المائدة الشحم اللبن نول عليه باللهجة المصرية الدهن أو اللحم الأبيض رؤية شراء الشوكولاتة للشاب الأعزب يبقى احنا قلنا أكلها للبنت العزباء والمرأة الحامل شراءها للشاب الأعزب رؤية العمارة الجميلة رؤية التماثيل الفرعونية رؤية الأظافر باللون الذهبي أو الفضي طلاء الأظافر باللون الذهبي أو الفضي رؤية شرب الشاي للرجل المتزوج رؤية حمل التماثيل للبنت العزباء آخر رؤية معنا وهي رؤية القفل وهو يفتح في المنام كل هذه الرؤية تبشر وتؤكد على الرزق القادم الكبير إلى الرأي بإذن الله تبارك وتعالى تضغينا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته